لجموع الشعب المصري كله طبعا كان فيه مؤتمر صحفي لمعالي الوزيرة طبعا في لحظة وصول اللقاح وكان فيه كتير من التفاصيل لكن طبعا السوشيال ميديا ما بتسكتش طول الوقت وفيه اللي بيطم من الناس وفيه اللي بيقلئ الناس عايزة عرف من حضرتك من خلال وجهة النظر العلمية الدقيقة ايه اللي ممكن نقوله للناس وإحنا بنتسلم لقاح هو يعتبر طبعا الفيروس مستجد والدنيا لسه طبعا فيها بعض التفاصيل جديد طب تمام اولا انا بشكر القيادة السياسية والحكومة كلها على تبني ملف الصحة اللي شغال فيه رهوان من كل الجوانب سواء كانت من صحي شامل الامراض المزمنة صحة المرأة كل الكلام ده ده بالاضافة بالاضافة ل ان الدولة ماشية مش في الملف الصحي بس في كل الجوانب سواء كانت بنية أساسية مشاريع انشاءات كل حاجة فأنا يعني تحية تحية تقدير واحترام للقيادة السياسية دي حاجة الحاجة التانية كون ان احنا نبقى حارسين ان احنا نشوف شعبنا ونبص ان احنا زي الدول الكبرى يعني حضرتك احنا جبنا اللقاح اول دولة في افراقيا دي حاجة الحاجة التانية ان احنا بنتعم او ان احنا هنتعم مع مين مع الدول العظمى مع بريطانيا مع البرازيل مع الامارات مع الدول الكبرى فكون ان احنا حارسين ان احنا نوفر لشعبنا حاجة فده مهم جدا جدا ده ما هوش في المرحلة دي بس ده احنا في المرحلة الاولى او في الموجة الاولى من فيروس كورونا كان ربنا سطرها معانا وان الاعداد بتاعتنا كانت كويسة وان احنا ما كانش عندنا كوارث زي الدول العظمى اللي عندها تاريخ من الكفاءة الصحية رائعة ورغم كده احنا الحمد لله كانت النسب عندنا نسب معقولة ده عشان ايه عشان ان احنا عندنا بنية تحتية كويس السياسات بتاعت الحكومة والاستراتيجية كويسة وعي الناس او خوف المواطنين في المرحلة الاولى تحديدا كان ليه اثر ان هو ان الدنيا كانت كويسة نيجي بقى ليه اللقاح اللقاح اولا كون ان هو متوفر في المرحلة دي في مرحلة جائحة بتمس العالم كله بتمس الكبير والصغير مع هواش معاش النهاردة بياخد الناس المسنين بس او الناس اللي هم عندهم اصحاب امراض مزمنة بس ده النهاردة بياخد كل الفئات بياخد الشباب بياخد الاطفال بس بنسب قليلة فمعنى كده ان احنا في جائحة والضرورات تبيح المحذورات يعني المفروض الصراحة ان احنا كنا ننتظر لنتائج التجارب السريرية او المرحلة التالتة عشان كل ما كانت الفرصة اطول والوقت اطول وكل ما كانت العينات اكتر كل ما كنا انا بشوف الدنيا احسن انا الوقتي لسه في اول النتائج بس يمكن اي دكتور ده الطبيعي في الاوقات العادية انما العالم كله دلوقتي مضطر نوعية عمل كون ان هو اي لقاح بيبقى المطالب له ايه ان هو يكون safe وeffective وhigh quality يعني امن وفعال وزاتة جودة عليه ده اللي اكدت وزارة الصحة في اللقاة الصحفية ده اللي هو بينطبق الوقتي على الصينوفر تمام اللي احنا اللي احنا جبناه كون ان هو امن فهو امن بمؤشر الاف دي ايه كون ان الاف دي ايه صرحته يبقى معنا كده ان هو امن جدا فعال بنسبة ايه بنسبة 86% وده مؤشر المرحلة الاولى والتانية والتالتة يعني بداية التالتة فكون ان هو يعطي مؤشر 86% فاعلية فده كويس الـ 14% بقى الباقية ديت عبارة عن ايه الناس اللي هم اتعرضوا للفيروس فمعنى كده ان هم جالهم اعراض خفيفة ما هياش ممرضة ما هياش قاتلة ما هياش تستحق ان هو الشخص يدخل المستشفى لا دخلت في المرحلة المتوسطة ولا المرحلة الحارجة هي حاجات يعني مش حتى مش محتاجة علاج فمعنى كده ان هو امن وفعال بيكون اجسام مضادة في الجسم فده في حد ذاته كويس اشتركوا في القناة